مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى موجز اللي هم الأنباء من قناة النباء الإخبارية فرضت ميليشيات الكرام حضرا جويا على حركة الطيران أو الهبوط في مطارات الجنوب الترابية وحذرت غرفة عملية القوات الجوية التابعة لميليشيات الكرامة بمشور جديد لهجة عبر صفحتي على فيسبوك حذرت كل من يهبط في تلك المنطقة دون تصريح بأنه سيكون في مرمى نيران المقاتلات والقاذفات والمروحيات التابعة لميليشيات هذا طالبت الغرفة الطيران المدنية وشركات النقل الجوي بأخذ تصريحات الهبوط والأقلاع والمرور بالمجال الجوي مما يسمى بمراكز العملية والسيطرة الجوية وإلا ستلقى المصر ذاته بحسب الغرفة عبرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن إدانتها للهجوم المسلح الذي تعرض له موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويح لخلال زيارته لمنطقة الجبل الغربي البعثة عبر حسابها على موقع فيسبوك عبرت عن رفضها التام لاستخدام ما وصفته بالعنف لتحقيق غايات سياسية وبدورها أدانت السفارة الإيطالية في ليبيا بشدة الهجوم المسلح الذي يتعرض له السويح لي ومشددها على أن العنف والترهيب لا يعد خيار دعت السفارة الأمريكية في ليبيا رئيس جهاز الاستثمارات المحلية الليبية بدر بن عثمان دعته للقاء في تونس لبحث سبولي تطوير فرص الاستثمار المشترك وذكر في المراسل الرسمية التي تحظلت قناة النبا على نسخة منها أن الجهاز التابع لمؤسسة الاستثمار الخارجي الليبي والبلغة وقيمة أصوله سبعة مليارات ونصف مليار دولار سيبحث مع الجانب الأمريكي الاستثمار فيما شريعة تشمل الصيد البحري والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات بالإضافة لإدارة المخلفات قال المتحدث هو باسم القوات البحرية أيوب قاسم أن حارس السواحل راسجدير تمكن من القبض على باخرة تقوم بتهريب النفط الليبي داخل المياه الأقليمية الليبية أيوب وفي تصال مع قناة النبا أوضح بأن الباخرة التي تسمى لامار وترفع علم التوجو ضبطت على بعد ثمانية أميال شمالية منطقة بوكماش ونضيف أن الباخرة التي كانت في منطقة مشبوهة وبدون إجراءات رسمية يتكون وطاقمها من ثمانية أشخاص يحملون الجنسية اليونانية اختاموا الموجز شكرا لكم وادمتم في أمان الله